شربة بسباس حصوة الشمر او اشهد شي وكي غدجي سلام عليكم لبنات من خلال قناة حلويات ام عبد المغيت يتجد الترحب بكم كذلك كنتمنوا دائما انكم تكونوا في احسن حال والاحوال شكر خاص لجميع متتبعاتنا الوفيات كذلك لحد قاتلي معنا في القناة ونتمنى دائما اننا نكونوا عند حسن تنديالهم الفيديو اليوم ان شاء الله بإذن الله سنتقسم معكم روتين اليومي باش نقربكم من حياتي الشخصية كذلك نتقسم معكم كيف كان دواز النهار اليوم ومسؤوليتي كربة بيت كأم وكذلك كزوجة اكيد ما غادش يكون روتين خاوي انما غاد يكون روتين بلا زواق بلا نفاق كيف ما كاناش حياتي عادي وكيف ما كان قدي شغالاتي عادي سنتقسم معكم كذلك فكرة الاغداء وعلى شلحة الكسكروت اليوم نجيناكم باقتراحات لأكيد ستفيدكم وتنفاكم خاصة بالنسبة لواحد الخضراء اللي مزيانة الناس اللي عندهم السكري لكن ما كنستعملوهاش بزاف والاهم غادي يكون من طيب الجدوات دياننا والامهات دياننا اللي يخليهم لينا والله يرحم اللي مات وكذلك سكنهم في اغدوس الاعلى نتمنى انكم تابعونا حتى الاخر تشوف الشربة ديال الشجمار او ديال بسباس كذلك تاجين باللفت المحفور هي والغداء ديالنا دياليوم وهي الحلقة ديالنا دياليوم وبقوا معنا فرجة ممتعة للجميع بسم الله على بركة الله كيف ما كنت شوفهم من بعد ما كان وجد الفطور للوليدات ضروري مخصوم الاملات اما بشوية ديال الففلة او لالبصلة او لكذلك الفخوماج على حسب كل نهار واشنطة على في البروغرام كذلك بالنسبة القهوة وشكولاتة ديالهم والاهم هي ما زال بقى هندي يروينا من الحلوة كيف ما كنت شوفهم معايا السيور بشتقي طلاجين واز وكذلك جبت لحم ديال مازي باش غاد ينمسجد الغداء غدا نحيطوا معا ان انطلاقاوا وهنا يا البنات كيف ما كنت شوفهم ما زال بقى يا الله كي سبعة تصبح نت دورت الماكينة وصبنت وغدا نبدأ من شرف الحويج انا كنت شرف الحويج قبل ما بطلع الشمش انه ضغيمون خمسة دقيق عشر دقيق زايدة فيها نكمل تصبين ديالي نشروا ونطلاقاوا وهنا يا امن بعد ما درت بتدار شويو كذلك حيث المال حويجراهما كي تشمشو اولا كي نشفو مشيت باش غاد ينطلاقا خديت البس باس اول الشمش كذلك خديت معايا اشنو نقصني بالنسبة الوصفات وف هاد الوقت صدقوني بانهو كي يكون سباق معا معا الوقت لانهو تتبالي المغانة ضغياء كتجرب عصباح ها هي وصلات العشر على حداش اتناش الغداخ سيكون اطابل وضغياء هاديك الوقت ما بينتنشو الجوش كدوز وفي نفس الوقت شنو خسك توجدي القوتي واشنو خسك توجدي لاشا فغيمو واشنو توجدي كذلك المتتبعات ديال قناة من ساومش بسم الله على بركة الله غادي نبدأ بشغل نوجد الغداد يالي غادي نحتاج الخرقوم سكينشبير اولا كوركم زنجبيل والإبزار كذلك سأحتاج الى اربع دروس اول فصوص من الثوم كأس مخلط ما بينزيت العدوزيت العادية الحمدية المازي انا اللي استعملت هنا كذلك بصل البطاطس واللفت محفور بالنسبة لها الطاجين غادي نتقاط بمحاكم بالطريقة تقليدية ديال جداوات ديالنا اللي فغيم ممكن وجهه لهم تحية كبيرة ما كيش بحال الطياب المغربي اهنا كيفما كتشوفو خطيت بصلة كبيرة هي غادي نقطع هذه غوندال اولى دوائر كيفما كتشوفو معي اهنا كيفما كتشوفو غنقطع هذا دوائر علش قطعت هذا دوائر ما قطعتهش مرتويات لانا الحمدية المازي كيهز شوية الطياب اه ما بغيتوش يتحرق ليه من تحت بغيت تدخل فيه العافية وفي نفس الوقت البصلات تخل تزالي كيفما تقولو ذاك الحر ديال النار هاد الشيالاش قطعتها دوائر وفي نفس الوقت غادي جيني معاطي هذيك تاليكة المرقة يعني مانا بعد كيفما كتشوفو غاد ينضيف نصف الكمية ديال زيت العود اولا زيت زيتون والزيت المائدة كيفما كتشوفو معايا وغادا ناخد لحم ديالي ديال المازي وغادا نديرو فوق تاجين اولا فوق البصلة غير هي ملاحظة بالنسبة لهاد الفترة اولا فهد الوقت تاجيني يكون مسدود ونديرو يتقلى فوق البوطة تاجين كيتقلى فوق البوطة غادي يناخد ربعة دروس ديال التوما غادي ينقيهم كيفما كتشوفو معايا انا شخصيا هنا ما غاديش نبخي سيهم غادي غادي غا نقطع توم هاكاكين شقة ديال دقيقة تسين غادي نقطع غير توم هاكاكين غليظة كيفما كتشوفو معايا عشوائيا صفيرا مع تاجين رغادا تدوم ما تبقى تبانكه مالا غا توحلين فقراتهم اياك انا سهل تعريكم البنات من بعد كما كتشوفو من اللي كيتقلى لي الحم من هات جيهة كنقلبو الجيهة الاخرى وفي نفس الوقت دابا غادي ندير العطرية ديالي اللي هي زنجبيل الكوركم وكذلك الابزار غادي ندير هاد دروس ديالتو من حاول ان ينضرون فوق اللحم باش ميتحرقوشو في نفس الوقت باش كما تقولو كاتو فيه بالنزوينة من فهات نهاد دجاجة في العطرية كان خواد قو حدا احسن من دوك زليفات صغيرين كي يبقى وعندي اكترت الممعن علىكم عار في مجربي الممعن اهنا كيفما كتشوفو غادي نحاول ان هذا كل حم ندوزه في هذه العطرية واردها باش غادي كل شي تشحر فوق البوطة فهذه الاثناء كيفما كتشوفو غادي ناخد واحدة جماطيشات غادي نحكم في الحكاكة اللي غليدة وبالمناسبة لبعض الطريقة دي الحرارة اللي سهلة خليوا لنا في التعليق واكيد غادي نتقسموها معاكم بدون تعب بدون مجهود وكذلك بدون عنا هنايا بالنسبة للمطيشة ما الافضل انكم تاخدوا لي كتكون جلدتي على حمراء بنسبة الناس اللي مبتدئين وما تكونش قاسحة وحتى بنسبة الناس اللي اول مرة يتقداوا من بعد كيفما شفتو معايا غادي ناخد هاد طماطم او لمطيشة هنقلب اللحم ديالي بيدا هو اللويل غادي ناخد هاد مطيشة وغادي نخويها فوق طاجين فوق الحم لكن قبل غادي ناخد واحد دروس ديال تموت قريبان دائما ما بين خمسة وستة وعقلوا عليهم انا كما كتشوف هادين درماطيشة من فوق ديال اللحم كامل وانو داع الدروس ديال تموت دائما كما لاحظتوا معايا كنديرهم مع اللحم منها كيفتيهوا في نفس الوقت كيرطب لنا اللحم وكيخليه يطيف مودة قليلة من بعد غادي ناخد المال يا طيب اولا اللي سخون وغادي نخوي غير في الجنب ديال الطاجين ما تخويش على اللحم باش ما يبسالش نرد كل شي فوق البوطة مباشرة اولا اللا غادي ندوزوا بالنسبة لفت المحفور انا ناخد واحد نجرة اللي غادي نوضع فيها الكيمياء اللي بقى لياديها الزيت العود والزيت العادية غادي نضيف فوقها لفت المحفور ناصيحة اللي بويتو تقدو اللفت المحفور ما تاخدوش اللي كبير انها كتكون في هاداك الشحف وما تيجي زويل ما الافضل انكم تاخدو اللفت المحفور اللي غادي يكون صغير اولا كيفما كيسمي وفتي كيفما كتشوفوا معايا نقطعو على النص لانهم كانوا عندي الفتات اللي نيت طوال من بعد غادي نضيف شوية ديال خرقوم زنجبيل وشوية ديال الملحق نرد كل شي فوق البوطة وهناي كيفما كتشوفوا نخلط كل شي ردو يتحر فوق البوطة ومن اللي قرر بي نضيف واحد اربع كاس ديال عسر الحمد وهذا كيبقى اختياري وهناي كيفما شفتوا معايا من بعد ما حسيت باللحم من دخليه الطياب قادي نقلبو الجهال اخرى وقادي ناخد لفت المحفور ونبدأ نوضعو فوقو انا شخصيا بالنسبة لفت المحفور كان طيبو مزيان باش ما تيبقى شبان عكس الى بقى لفت قاسح ما تيزعموش باش غادي ياكلوه الوليدات لونك خاصني باش غادي ندوزو لهم مع بطاطا ما يديو ما يجيبوه كيفما كنتشوفوا معايا كنستف بشكل عشوائي خاصة انه كيفما قلت لكم روتين بلا زواق بلا نفاق قريب وقت الغداء بالنسبة لوليدات قرب نجو من المدرسة هاد شيء هلاش كنتشوفوني كنزرب وكنعود من بعد ما غادي نستف اللفت كامل غادي ندوز مباشرة وهناك ما شفتوا معايا من بعد ما كملت السف دي اللفت غادي ندوز وغادي نستف عشوائيا بطاطا من الفوق دي اللفت نظنك الناس اللي عندهم صكار غادي ياكلوا اللفت محفور وبنسبة الناس اللي عندهم لوليدات صغار غادي ياكلوا بطاطا يمكن لكم انا كنت استغناء عليها ما تدرواش لكن عارفي حنايا بان الفتاطا عزيز على الويدات صغار بزاف كيف ما كنتشوفوا معايا كنحاول انا ينقاد انتم ما قادوا احسن مني وغادي نردو فوق البوطة باش غادي طيب شوية وهنايا كيف ما كنتشوفوا معايا بالنسبة لهذا اللصوص نسيتها اللي بناس ما قلتش لكم اللي كتبقى عندكم في المقلى او لفات نجرة اللي درتو فيها اللفت المحفور ما الافضل انكم تخويوها و تزيدوها من الفوق ديال اه الطاجين او لديال البطاطا باش كتلق فيه كذلك هذي كالبنة ديال اللفت المحفور سوف نسيت كل شو ردو يطيب تجين ديالي كي تيب حدايا وغادي ندوز مباشرة سوف نسيت العسر ديال اليوسفي او لديال مندالين كل واحد شنو كي يسميه بالنسبة المنظرين يمكن لكم انكم تديروه مثلا بالنسبة للغداء اما مع البربا او كذلك مع الخيار والكيوي او لا مع التفاح تهوة تيجي زبان فلقو ديالو او لا تهضم لنا على حسب انتوما واشنو بغيتو تديروه أنا شخصيا بالنسبة اليوم طلبوا الوليدات غير العسر الليمون عادي وطبيعي ندروا لي مخاطره ومشان مخاطره بكثوات المنظرين يشوفون هذه الكلام تأمين بنا لا يوجد نشوفها باستخدام لم يكن يحدث لديه مزور كيفما سبقه وذكرت وبينما التغجين كي يوجد سوف ندوز كي يوجد معكم في نفس الوقت كما تلاحظوا سوف نأخذ البسباس أو الشمار سوف يزبادع البصلة وكذلك المرحة والبزارة سوف نأخذ بصلة كبيرة يمكنكم كذلك أنكم تعودوا البصلة بثلاثة برويات لكن أنا لا أتوفر سوف نستعمل غير البصلة فقط سوف نأخذها ونبدأ نقطعها سوف نبدأ في البرد سوف نبدأ في البرد يمكنكم كذلك أنكم تستعملوا البصلة الخضارية كما سوف نقوم بشدة فرصة سوف نقطع البصلة ليس ربعات عشوائيا ليس مشكلة سوف يكون ربعات كبيرة سوف نقوم بشدة فرصة لنقوم بشدة فرصة ومن بعد سوف نأخذ نجرة كما ترى سوف نضع فيها البصلة كاملة ونضيفها لها كبيرة يمكنكم أنكم تعودواها بزيت العودة أو لبزيت الزيتون كما ترى سوف نضيفها ونضيفها كاملة كما ترى سوف نضيفها سوف نضيفها لنضيفها كما ترى كما ترى سوف نضيفها كما ترى سوف نضيفها كما ترى سوف نضيفها ونضيفها كما ترى كما ترى أو نضيفها اللوغة سوف نضيفها نضيفها ونضيفها حتى نشحر الملحة ونضيفها والملاحة ونضيفها مع ملاحة أنه أخذ كل شخص نضيف الخرقوم الملح والبزار فقط بالنسبة للعطرية اولى الكوركم ملح وفلفل اسود اخلط هذه المكونات جيدا ثم نضيف الماء نضيف ماء نضيف ماء ثم نضيف ماء ثم نضيف الشربي نضيف ماء نضيف الماء نضيف ثلاثة المعالق الكبار نضيف ثلاثة المعالق الكبار نضيف ثلاثة المعالق الكبار يمكن تكون المعالق لكي تحديث نضيف ثلاثة المعالق الكبار نتمنى انكم تجربوها وتردو علينا الخبر تتصلح بالنسبة للشخص المعالق يمكنهم ان يستغنوا على الفرماج وكذلك على عقلها تشبعوا في نفس الوقت مزيانة بزاف القولون او للمسران والاهم الاهم انها صحية من واحد الخضراء اللي ما كنتستعملوهاش بزاف وغتصلح لنا حتى بالنسبة للفطور ديل رمضان ان شاء الله باذن الله القادم لها السنة الله يوصلنا لي لا فاقدين ولا مفقودين انا هنا يقدرت هاللاشا ويمكن لكم انكم تعطي واحدة الوليدات صغار ابتداء من سبعة اشهر صحية لهم بزاف نتمنى انكم ادخلوا لهم هاك خضار وضيف نواعين الى بجته كذلك هنا يا هادا الشكل ديل بيزا وهذا هناك فيما كنتظروا شكل ديلة طاجين دانا بطاطا أو الخضيفة الوليدlerini داعت من النقاة كذلك اضفل أبدال potato وفايل في الوسط كذلك اثنو أن اضفللى حرة واصدى لكل شي طيب بااخ Goal كيفما انظروا كذلك شوية كجرائع والديد خصصين لدرت الحمد الماضي وهذا الشكل العصير أنا شخصيا درته اليوم غير بوحدة يمكن لكم أنكم تضيفوا كذلك شوية المونج والعصر والياغور دي الأناناس وطحنوه معاه يعني كين بزاف أولا المشمش اللي يابس كذلك وطحنوه معاه لكن أنا فضلت أنني نخليه غير هكا ما بقاليا إلا نوداكم على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى وفيديو أخرى القناة وشكر خاص على المتابعة وإلى اللقاء